السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطلبات الصف الثالث السنوي مرحبا بكم في حلقة جديدة ومعكم مصر صبري ياسيد وهذه قناة سبيشال يوستيوب قناة الشباب المتميز الحلقة دي ان شاء الله حل معاكم تست أو اجزام سري على يونة فورو فايف و سكس من كتاب مينيو فرند المراجعة العامة والنهائية كتاب الامتحانات استنوني بعد الانترو ورجعت لكم مرة تانية ويلا بينا نبدأ بسم الله اول سؤال بيقول طبعا معناها كفء او مقتدر او بارع بيقول مضاد طبعا الاجابة هتكون كلمة معناها غير كفء وغير مقتدر وعكسها كلمة اللي معناها كفء ومقتدر والظرف من اسمها ودي معناها باقتدار وبكفاءة كلمة معناها قادر وبتاخد حرف القادر على وبيجي بعدها معناها مؤثر او فعال ودومننت معناها مسيطر او بارز رقم اتنين بيقول الانتاج انخفض مراضف بمعنى يعني يهبط او ينخفض امبروفد معناها يتحسن انكريزد يزداد ديفولوبت ينمو رقم تلاتة تو انترابت مينز تو نقط الاجابة انترفير انترابت معناها يقاطع شخص اثناء الكلام وانترفير معناها يتدخل او يتداخل وبتيجي اوقات بمعنى يعرقل او يشوش والصفة منها اسمها انترفيرنج انترفيرنج دي معناها شخص بيتدخل في شؤون الاخرين معناها يشرح او يفسر معناها يشتبه فيه او شخص مشتبه فيه معناها يتحرى فيه رقم اربعة يقول انا لم احصل على القميز بتاعي ما كوي انا ايرند ات انا اللي كويته بنفسي رقم خمسة اللي جابه كلمة مانجمنت وطايم مانجمنت معناها ادارة الوقت دورات كورسس دورات ادارة الوقت بتساعد الناس اتتجنب اهدار وقتها معناها ادعاء او طلب تعويض اوقات بتجيب معنا حق الملكية او حق المطالبة بشيء معناها انتباه او عناية او اهتمام وكي يقصتي معناها الفضول او حب الاستطلاع رقم ستة الاجابة يعني الصوت العالي او الضوضاء العالية بتجعلني متوتر وبتجعلني متعصب او متضايق او ما تنفعش عشان ما بجيش بعدها توزق دا المصدر وقال لا ومي بيجي بعدها توزق دا المصدر هو ما جابش توه وجيتس مي بيجي برضو بعدها توه هو ما جابش توه المسألة اللي بعدها رقم سبعة الاجابة يعني ينضم الى دورة او ينضم الى كورس يعني تنفع لو كان جي بعدها حرف الجر او حرف الجر او حرف الجر او معناها يسجل اسمه في دورة معناها يسجل اسمه في دورة وكانت تنفع لو كنا اخدنا حرف جر معها من من الحرف الجر التلاتة والجملة معناها ابي نصحاني او اه ابي نصح اخي الاصغر ونصحاني ان احنا ننضم الى كورس لغة ده فعلي معناه يتقدم الى وظيفة وبتاخد حرف الجر فور وقودت لها معناه يطبق يطبق شيء ولو خدت حرف الجر بالشكل ده ابلاي تو سامسينج او ابلاي تو دوينج سامسينج معناها يركز او ينكب على فعل شيء وبرضو اه في تعبير مشابه لها اللي هو ابلاي تو سامسينج ابلاي تو سامسينج يعني اكتب لك جملة عشان تفهم اه انا اصدقي لو انا قلت مثلا بالشكل ده هي ابلايد هم سلف تو هز ستادز يعني هو اه انكب على مذاكرته او ركز اهتمامه على مذاكرته دي معنى ابلاي تو يبقى ابلاي تو غير ابلاي فور عبلاي فور معناها يتقدم لطلب وظيفة طيب لو عملت مسلا لو قلت ابلاي بالشكل ده ابلاي سامسينج ده هيكون معنها ايه ده هيكون معنها يضع يعني على سبيل المسال لقولت بالشكل ده يعني ايه هنا ضع الكريم على وجهك مرتين في اليوم دي معناها يضع دي معناها يركز على او ينكب على فعل شيء او ممارسة شيء يعني ينشغل في ممارسته فترة طويلة يعني شيد معناها ظل او يظلل رقم تمانية الاجابة الصفة انكشوس اللي هي معناها منزعج او متوتر او متضايق والجملة معناها ان هو كان متضايق قليلا او منزعج او الان على امان الماكينة لذلك راح جاب تكنيشان يعني تقني شخص متخصص عشان يفحصها امبيجيوس صفة معناها غامض امبيشة صفة معناها طموح كيوريوس صفة معناها فضولي او استطلاعي شخص عنده حب استطلاع يعني رقم تسعة بتعبر عن الالزام والضرورة يبقى انا هاختر ايه لمعناها ملزم انت ملزم ان تفعل ذلك لانه قلت بتعبر عن الالزام معناها انت منصوح ان تفعل ذلك لهو كان قال يو شود كنا نختار لكن هو قال هاف تو يبقى انا ممكن استخدم في حالة لو كان في ايه لو كان في اي حاجة من اللي بتعبر عن النصيحة زي شود او شودنت او هات بيتر او اه اللي هي اسمها اوتو اللي هي اخت شود كل الحاجات اللي بتعبر عن النصيحة معناها اه تم تم اتخذها من الفعل يغوي او يغري تمت التو معناها مغراء يعني تم اغراءه ان يفعل شيء معناها مسموح بان مسموح لك ان تفعل رقم عشرة it's too early to not the long term consequences of the two countries union الاجابة assess اللي هو فعل معناه يقيم والجملة معناها ان الوقت مبكر جدا انك تقيم نتائج على المدى الطويل الاتحاد الدولتين depress فعل معناه يكدر او يغم او يحزن ولو كنت بتكلم عن تجارة معناها يكسد التجارة يعني التجارة تخسر وتبقى كاسدة والنون منها كلمة اسمها depression اللي هو الغم والحزن والاكتئاب insist فعل معناه يصر يصر على فعل شيء يعني وكلمة recess دي معناها عطلة قضائية عطلة قضائية اللي هي الاجهزة اللي بياخدها للقضاء واحد بيجي معناها الفترة الاستراحة ما بين الحصص المدرسية برضو اسمها recess المسألة اللي بعدها رقم 11 the meeting of the board was not they discussed a lot of issues الاجابة كلمة productive والجملة معناها ان اجتماع المجلس كان مثمر جدا ومفيد جدا productive يعني مثمر ومفيد هم ناقشوا كثيرا من القضايا issues يعني قضايا production معناها انتاج وبتيجي بمعنى انتاج مصرحية او فيلم او مسلسل او اي عمل درامي او تلفزيوني او سينمائي produced دي صفة معناها منتج وكلمة producing ده الفرب اين جي من الفعل produce كلمة produce بتمشي فعل معناها ينتج وبتمشي اسم معناها محصول او منتجات زراعية هي نفس الكلمة تمشي فعله وتمشي اسم ايه الفرق بينها وبين كلمة product product معناها منتج تم صناعته في المصنع لكن كلمة production زي ما قلنا معناها اه مصرحية او فيلم او اي عمل درامي او تلفزيوني او بيتم انتاجه نكمل بقى رقم اتناشر واي نقط هم اف يو كان فيزيت هم ات هز هاوس الاجابة هتكون ممكن يجي بعدها فعل في المصدر مش عارف اكتبوك الكهربة بتاعتها فين هنا انا وكده هو وين ممكن يجي بعدها مصدر وبعدين تكملت الجملة بتاعته وبعدين ممكن تستخدم اف او وين وبعدين يو كان وتكمل الجملة بتاعتك بالشكل ده على سبيل المثال لو قلت مثلا واي وايست يور تايم هكتبها تحت منها بخطة صغيرة عشان الحتة ماش مقضية انا اسف كتبت وين مفرض واي دي غلطة من عندي واي وايست يور تايم ليه تضيع وقتك آآ وين يو كان دو ات اونلاين ليه تضيع وقتك لما انت تقدر انك تعمل الكلام ده على النت بدل ما تروح انك تشتري بنفسك تقدر انك تشتري من على الايه من على النت ده بالشكل ده ويبقى واي يجي بعدها مصدر وبعدين اف او وين يعني الجملة بتاعتنا ده ممكن نحطه وين عادي اف او وين وبعدين يو كان وتكمل الجملة بتاعتك لما تستخدم الصيقة دي او التكوينة دي لما تحب تعبر عن ان شيء ما غير ضروري انك تعمله زي ما هو هنا بقول معنى الجملة لماذا تتصل به اذا كان بامكانك ان تزوره في البيت يقصد يقول ان ان الاتصال بيه غير ضروري وان الافضل ان هو يزوره في البيت رقم 13 اللي جابك طبعا كلمة وبيقول الحقيبة الثقيلة لم يكن ينبغي عليك ان تضع كثيرا من الملابس فيها اللي هو بيعبر عن اللوم على شيء حصل في الماضي وهو حط الملابس طبعا فين حطه في الماضي المسألة بعد غير كامل 14 the senior accountant gave a note at the meeting طبعا gave a presentation يعني يقدم عرض تقديمي gave a presentation دي من الكلمات المهمة عندنا في الوحدة وكلمة accountant يعني محاسب senior معناها الاقدم او الاكبر سنا او الاعلى مرتبة يعني واحد في منصب اعلى او في مكانه اعلى في الوظيفة يعني من باقي زميله دي معنى كلمة senior وفي ملخص خارجي اسمه senior لو حد حابب يشتغل فيه بقى يقولينا في تعليقات combination معناها مزيج من او خليط من او مجموعة من combination contamination معناها التلوس contradiction معناها التناقض والاختلاف والتعارض يعني معناها التناقض وجاء من الفعل contradict اللي معناه يناقض او بتيجي بمعنى يكذب شخصا اخر لو الفعل contradict والصفة منها كلمة اسمها contradictory ودي معناها متناقض بس عشان الحتة مش فيش مكان اكتب فمش عارف اكتب المسألة اللي بعدها رقم خمستاشر الاجابة طبعا هتكون مسألة عندك فوق مصدر وهنا معناها يستخدم في مش معناها معتاد على كلمة source ده هي جامعة كلمة اسمها so معناها منشار source يعني المناشير المناشير اللي هو المنشار اللي بيستخدم النجار يعني المناشير تستخدم لقطع الخشب كان ممكن نستخدم لو كان cut ده هي فعل cut اتحط فيه ing كانت تنفع بس هو جاي مصدر فمش هتنفع المسألة اللي بعدها رقم 16 dealing مقط challenges is the first thing you need to learn طبعا الاجابة هتكون dealing with والفعل deal with معناه يتعامل مع او يدبر الجملة معناها التعامل مع التحديات هو اول شيء محتاج انك تتعلمه deal لوحدها بتيجي فعل بمعنى يبيع او يتاجر في المخدرات باحد معانيها يتاجر في المخدرات حتى تاجر المخدرات بيبقى اسمه فيه ناس بتسميه dealer زي الفيلم بتاع احمد السق ده تقريبا احمد عز معه deal N برضو معناه يتاجر فيه ممكن اقوله على سبيل المثال جملة ها تبه لكم فين he deals in ها بلاش يعني هو بيتاجر في السيارات طب يعني ايه deal to deal to معناه يوزع اوراق اللعب يعني يوزع لما كنا ناس بلعبوا كوتشينا فهو يوزع دي اسمها deal to يعني مسلا لو قلت على سبيل المثال جملة دي شوفوا كده start dealing dealing seven cards to each player يعني ابدأ بتوزيع سبع اه ورقات لكل لاعب دي هنا معناه ايه يوزع اوراق اللعب اللي هي deal to يبقى deal with يتعامل معه او يدبر امور deal to يوزع اوراق لعب الكوتشينا deal in معناه يتاجر فيه المسألة اللي بعدها رقم 17 to give an equivalence we can use equivalence متاخذة من صفة اسمها equivalent و equivalence صفة معناها مساوين او معادل equivalence معناها التساوي والتعادل يبقى فيه حاجتين قد بعض ايه التعبير من التعبيرات اللي موجودة دي اللي بقى استخدمه لما حب اقول ان فيه حاجتين زي بعض او يصاوي بعض الاجابة هتكون in other words وده تعبير معناه وبتعبير اخر وبتعبير اخر واحد يقول لي انا مش فاهم اديني مثال عشان الامور تتضح لي بص كده معايا في الجملة ده اه لو قلت على سبيل المثال so he is a fraud a common thief in other words a common thief thief in other words واحد واحد بيكلم حد بيقول له اذا هو طلع نصاب حرامي يعني بمعنى اخر او بتعبير اخر او من الاخر اذا هو طلع في كلمة فروض معناها غشاش او محتال او نصاب بيقول اذا هو طلع نصاب كمان ثيف يعني حرامي شوارع بمعنى اخر كمان معناها مبتزل او سوقي هنا كلمة معناها نتيجة لذلك ودي بتصدم ليعطاء النتيجة او انجتوه معناها بسبب وبتعطي السبب معناها على الرغم من وبج بعدها هنوان اوفير بقى ان ريوب تستخدم في الكنتراست اللي هو التناقط رقم 18 الاجابة ري ريد ذا ايميل الجملة معناها قبل ان تضغط على زر الارسال اللي هو بكون واخد شكل المسلس في الحاجات اللي هي زي الميسينجر والواتس والتليجرام وكده قبل ما تضغط زر الارسال عليك ان تعيد قراءة البريد الالكتروني انت كتبت البريد الالكتروني كتبت الرسالة بتاعتك قبل ما تضغط ارسال تقرأها مرة تانية عشان انه في اي اخطاء او في حاجة عاوز تضيفها او في حاجة عاوز تمسحها هنا بقول تراجع لشيء ولا ولا تستخدم مظروف اللي هي الورقة اللي هتحط فيها الجواب طبعا انا ببعد بريد الالكتروني مش ببعد بريد عادي رقم تسعتاشر المسألة دي فيها خطأ لان انت عندك جملتين صحيحة وجملتين خطأ الجملة ده هي جملة صحيحة بتتكلم عن بتاخد فعل مفرده وان اوف زا جيرلز وان بتاخد فعل مفرده فدي جملة صحيحة هو عاوز الجملة الكوريكت والست كلمة مفرد وفيها اداة افراد اللي هي الا ا وبرده جاي بعدها فعل مفرد واباسكت برضه فيها ا يعني مفردة دي بقى فيها فعل جمع دي غلط احنا قلنا الجملة اللي تحتها دي صح بعد كده زاتيم was one هو مش بيقول الفريق فاز ده هو عاملها مبني للمجهول يبقى الجملة دي برضو ايه غلط فانت عامل انك جملتين صح وجملتين غلط فالسؤال ده ممكن يكون في خطأ طبعا رقم عشرين I overslept and was late for work again overslept معناها افرطة في النوم oversleep معناها يفرط في النوم هو بقول انا نمت زادة عن اللازم وتأخرت على شغلي مرة تانية فتقريبا في حد رد عليه وقال له حد بنصحه بيقول له انت ايه يعني بيقول له انك تصلح اللي هو المنبه او ساعة الحائط هي مشتغلتش بالها اكتر من اسبوع دلوقتي الاجابة هنا هاختار التعبير ده better have you had better والاباستروفي دي اختصار لكلمة had يبقى الاجابة you had better من الافضل لك ان have have that clock fix دي الكوزتيف فور have وبعدين الشيء غير العاقل وبعدين التصرف التالت دي صيغة اسمها causative اللي هي السببية اللي كانت عندكم في الواحدة الستة في الترم الاول hands中 فال prix فيه فرق بين had better طبعا انا عندي better her better اللي معناها من الافضل لك، ان بيجي بعضا مصدر الفعل فتو هاف ده غلط لأن هاد بيتر تستخدم لإعطاء النصيحة كلمة هاد بيتر معناها من الأفضل أن أو من الأفضل لك أن وتستخدم لإعطاء النصيحة وبيجي بعدها مصدر بدون تو يبقى الأولى دي غلط مني يبقى دي رازر هاف أنا عندي في حاجة اسمها وود رازر بس وود رازر معناها يفضل هكتبها لكم تحت هنا وود رازر وممكن تختصر بالشكل ده فممكن حد يتلخبط وقول ليه ما تنفعش وود رازر وود رازر ده فعلي معناه يفضل مش من الأفضل لك أن اللي بتستخدم للنصيحة واحد يقول لي ديني مثال عشان عرف الفرق بين الاثنين بص كده معايا لو واحد بيسأل واحد بيقول له ها قول داريو يعني ها قول داريو يعني كم عمرك أو كم سنت فييجي التاني يرد عليه يقول له I better not say I'd rather أصدي لغبط I'd rather not say يعني هيقول أفضل أفضل أن أنا ما جاوبش هل هنا بيعطي نصيحة لا ما تخليش تشابه الحروف اللي بين الكلمتين اللي أخبطك في المعنى أو في الفرق في المعنى ما بينهم من الأفضل لك أن يعني دي معناها ينبغي عليك أن يعني بتدله نصيحة لكن أفضل ألا أقول يعني هو بيفضل حاجة على حاجة يفضل أن هو ما يقولش على أنه يقول أجيب لك مثال تاني عشان تطبح لك الصورة أكتر من كده لو أنا قلت I would rather go to the cinema يعني أفضل أن أذهب السينما than watch a TV يعني أفضل أذهب إلى السينما أكتر من مشاهدة التلفاز وبالمرة بقى طالما تكلمنا عن حاجة ده زي دي اللي هي ود رازر اللي معناها إيه قلنا خط بالك معناها يفضل دي معناها يفضل شيء على شيء بيجي بعدها مصدر الفعل بدون إضافات وفي المص كلمة زان وبعدين مصدر الفعل بدون إضافات طب بفرض أنا عاوز أستخدم الفعل prefer افتكرته دلوقتي اللي معناها يفضل الفعل prefer معناها يفضل عاوز أستخدم الفعل prefer وأدي نفس معنى الجملة دي هعملها إزاي بعملها كده يا جماعة بصوا I prefer معناها أنا أفضل going to the cinema to watching TV دي برضو معناها يفضل شيء على شيء لاحظ إن الجملتين الأخيرة اللي أنا كاتبتهم دولي معناهم يفضل معناهم يفضل شيء أو فعل شيء على فعل شيء آخر ولكن في فرق بين استخدام وود رازر وبين استخدام prefer prefer بيجي بعدها إيه؟ prefer بيجي بعدها verb ing وفي النص حرف الجر تو وبعدين verb ing لكن وود رازر بيجي بعدها مصدر وفي النص كلمة زان وبعدين مصدر وفي الحالتين تو ده هي معناها على وزان دي معناها على نرجع بقى لموضوعنا إن فيه فرق ما بين وود رازر وما بين هاد بتر يبقى رازر ده هي الاختيار التاني غلط وبرضو رازر هاد هو جاب لي حتى بعدها تصرف تاني فبرضو غلط نكمل بقى رقم واحد وعشرين do you have any idea what's going on here والهل لديك فكرة أي فكرة عما يحدث go on معناها يحدث go on معناها إيه؟ يحدث هل لديك أي فكرة عما يحدث هنا مش معناها يذهب يعني طبعا تلاقي في الآخر question mark يبقى الجملة دي جملة اسمها interrogative يعني جملة استفهامية imperative يعني أسلوب أمر طبعا الجملة ما فيش فيها أمر declarative يعني جملة خبرية أو تصريحية أو بيانية exclamatory يعني تعجبية طبعا ما فيش أي أسلوب تعجب في الجملة رقم 22 which sentence is correct الإجابة هتكون letter B no other river is longer than than I الخطأ اللي موجود في الجملة اللي تحتها وجود كما في آخر الجملة والخطأ اللي في الجملة طبعا ما فيش في آخر الجملة بحط فلسطوب yeah question mark yeah exclamation mark letter C حدط لي علامة استفهام أصدي أداة اسمها علامة استفهام أيوة والجملة طبعا مش سؤال letter A ال N بتاعة زنايل عملها small وهي مفرطة بقى رقم 23 which of the following sentences isn't suitable for the paragraph about making money بقول في الجبات دي في جملة غير مناسبة لبراجراف بتكلم عن صناعة الأوراق المالية أو صناعة النقود عشان نكون صناعة النقود الجملة اللي مش هتكون مناسبة هي letter C money should be spent wisely and on useful things النقود ينبغي أن تنفق بحكمة وعلى أشياء مفيدة دي ما لهاش علاقة بصناعة النقود لو بصد في بقى الجمل هتلاقيها بتتكلم عن صناعة النقود المسألة بعدها رقم 24 it's impossible to remember نقاط name والإجابة هتكون everybody's والجملة معناها إنه من المستحيل أن تتذكر اسم كل شخص أو أسماء الجميع وهنا ما حتطلها S الملكية ولأن كلمة everybody ما فيش في آخرها S فاضفنا لها apostrophe S والأباسترفي قبل S لكن لو كان في آخرها كلمة إفرادة لو كان في آخرها S كنا استخدمناها بالشكل دا كده وبقيت الإجابات كلها مش نفق رقم 25 النقاط الإجابة أو في حاجتين اسمها معناها بالعربي الاسم العلم طبعا تؤكد واخدنا في النحو في اللغة العربية العلم هو الاسم المعطى لإنسان أو مكان أو شيء وبيكون personal اسم شخصي أو عنوان شخصي للاسم دا collective noun هو الاسم الجمعي اللي هي الاسم الاسم أيه بتكون من عبارة عن جماعة زي كلمة herd اللي معناها قطيع أو كلمة flock اللي معناها قطيع أو كلمة police اللي معناها الشرطة اللي نبتكون من جماعة أو كلمة team اللي معناها الفريق لأن دي أكتر من فرد أو كلمة family اللي معناها أسرة لأنه بي فيها أكتر من فرد وهكذا دي كلها اسماء جمعية material noun يعني الاسم المادة مادة خام يعني common noun اللي هو الاسم المشترك اسم بيعرفه الجميع وفيه فرق بعض الطلبة بتطلق باتنا بين common noun وال proper noun تعالوا بس معايا كده شوفوا دي common noun هو اسم لشخص أو مكان أو شيء يعني مثلا اللي قدامي في الصورة ده ده إيه دمان طب ليم ليم ده إيه ليم ده اسمه فكلمة من دي common noun لكن ليم ده اسمها proper noun ال proper noun هو الاسم المعطى اللي هو العنوان لشخص أو مكان أو شيء دي مثلا دي دكتور ده إيه common noun اسمها دكتور جونز تلاحظ بقى لما باجي أكتب اسم العلم بيكون أول حرف capital شوف لكن كلمة دكتور دي 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 small مثلا دي castle castle يعني قلعة أهو هي اسمها قلعة اسمها إيه بقى القلعة دي اسمها وارويك castle قلعة وارويك تكتب ال W capital وال C بتاعت castle capital ده اسمه common noun وده اسمه proper noun اسم العلم ده اسمه موزوليوم ضريح طبعا دي كت في الكلمات الموجودة عندنا في ثالثة سنوات تاج محل اسم الضريح ده اسمه إيه اسمه تاج محل ال T capital وال M capital رقم 26 in the morning it's best to get up early طبعا بيقولي الجملة اللي تحتها خط دي دي إيه عمرها ما تكون adjective هي مش صفة لأن دي جملة كاملة فيها فاعل اهو وفيها فعل وفيها تكملة الجملة وعمرها ما تكون adverb يعني ظرف يأما تكون phrase يأما تكون close الفرق ما بين phrase اللي معناها عبارة وما بين close اللي معناها جملة إن phrase ما بيكونش فيها فعل أنت عندك فيه فعل هنا يبقى ده تبقى close المسألة اللي بعدها الجملة دي عاوز إيه آه على الشي أنا جيب بيقول read the passage below اقرأ الأمثلة أو اقرأ الفقرة اللي تحت which sentence should go first as the topic sentence الإجابة هتكون الجملة التانية هي اللي بيقول there were so many pets to choose from but jason couldn't make up his mind اللي هي الجملة اللي هي الجملة رقم اتنين هي هتكون الإجابة دي أفضل topic sentence جملة موضوع تبدأ بها لكن لما تقول a dog could a pet rabbit could آه he could آه هنا انت الجملة دي كلها مش جملة تفتتح بها انت جملة بتبدأ انك تضيف تفاصيل للموضوع فانت الجملة لما يبدأ تقول يوجد كثير من الحيوانات الأليفة تختار منها لكن jason مش قادر make up his mind مش قادر ياخد قرار المسألة اللي بعدها رقم 28 in an expository essay you state طبعا you state facts وارجونا معناها في المقال التفسيري انت بتذكر الحقائق مش بتذكر يعني حكايات ولا لان الحكايات دي بتكون في الناراتف essay و بتكون في بتكون في رقم 29 what is the noun phrase in the following sentence ايه هي العبارة الاسمية في الاختيارات الاتية الجملة اللي جاية دي اللي بتقول هو عاوز ايه عاوز النون phrase يبقى ران مش هتنفع لان ران التصريف التاني من الفعل ران اللي معناه يجري فدي غلط تلاحظ ان هنا in ده حرف جر وده اسم و up ده حرف جر وده برضو اسم يبقى اللي التين غلط لان التين زي بعض مفضلش عندك غير big black cat هي دي اللي عبارة اسمي وانا قلت ان العبارة ما بيكونش فيها ايه يكونش فيها اي فعل بيقول نحن يمكننا ان نقول ان التعلم مدى الحياة هو شيء لا يمكن الاستغناء عنه كلمة indispensable صفة معناها لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا او في عصرنا المعاصر او في وقعنا المعاصر الكاتب بيؤكد على ايه الكاتب بيؤكد على necessity of lifelong learning ضرورة التعلم مدى الحياة او اهمية التعلم مدى الحياة مش بي مش بيؤكد على اهمية التعبير عن الحقائق ولا بيؤكد على indispensability of writing اللي هو عدم الاستغناء عن الكتابة ولا بيؤكد على complexity تعقيد العصر الحديث او complexity يعني تعقيد من الصفة complex اللي معناها معقد دلوقتي هنتقل لإجابات reading comprehension انا اسف هقولك الإجابات انت طبعا اقرأ مع نفسك وانت تأكد من إجاباتك انا هقولك الإجابات واحل معك الترجمة كمان شوي number one ايجابتها c وnumber two ايجابتها b وnumber three ايجابتها b number four ايجابتها d number five ايجابتها a number six ايجابتها b number seven ايجابتها a number eight ايجابتها c number nine ايجابتها d number ten ايجابتها b نمبر 1 إجابتها C نمبر 2 إجابتها C نمبر 3 إجابتها D نمبر 4 إجابتها C نمبر 5 إجابتها B نمبر 6 إجابتها A نمبر 7 إجابتها A نمبر 8 إجابتها C نمبر 9 إجابتها B ونمبر 10 إجابتها C الترجمة اول قطعة فولك ميوزك ديسكرايبز الاجابة بتاعتها هتكون لتر بي تصف الموسيقى الشعبية لحداثة التاريخية الاخطاء اللي عندك في الترجمة الاولى تتشعب الموسيقى هو قال ديسكرايبز يعني تصف تتشعب دي غلط حرف الجيم الخطأ اللي فيها الموسيقى التاريخية هم قالش التاريخية الفولك ميوزك اللي هي الموسيقى الشعبية وحرف الدال بقول وتساعد الاسر هو ما قالش فاميلي هو قال تساعد تساعد الناس الترجمة اللي بعدها اللي بيقول الترجمة بتاعتها والاجابة بتاعتها هتكون لتر دال في الوقت الحاضر يتم باستقدام الهواتف المحمولة كمحفظة الاخطاء اللي موجودة في الف كلمة كمحول لاجراء هو ما قالش كمحول كمحفظة به بقول عمليات الشراء هو ما قالش عمليات الشراء وقال عمليات الدفع وقال برضو كلمة كمحول دي برضو الخطأ اللي كان موجود فيها رقم ثلاثة إذا أردنا أن نتقدم في شتى مجالات الحياة الإجابة بتاعتها هتكون تحتها مباشرة اللي هي لتر A if you want to advance in all fields of life الأخطاء اللي موجودة في لتر B في كلمة انكوير اللي هي معناها يكتسب أو يمتلك وأقول وسيلة لامتلاك المهارات يعني امتلاك المهارات يعني اكتساب المهارات يبقى أنا محتاج الفعل acquire مش الفعل انكوير لأن انكوير معناها يسأل أو يستفسر أو يستعلم عنه وبرضو لتر C فيها نفس الخطأ أما لتر D فالخطأ اللي فيها في كلمة estimate اللي معناها يقدر أو يحسب يعني يحسب عدد أو كمية آخر فقرة في الترجمة اللي هي تعتبر العقلات الفقيرة الإجابة بتاعتها هتكون لتر D poor families are more prone to a family الأخطاء بقى طبعا القطأ مش هي احنا عايزين الصفة اللي هي معناها عرضة لي وده برضو نفس القطأ اللي موجود في اللي هو دي معناها تمثال هو ما قالش هو قال اللي هو في حالة من التوتر وبكده تكون انتهت حلقتنا أشكركم جدا على حسن انتباهكم ومستماعكم أتمنى لكم جماعة من التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى